اهلا بكم النهاردة هلخصتكم كتاب جديد من كتب الانتيريور ديزاين زي ما وعدتكم الكتاب بتاع النهاردة اسمه yes you can become an interior designer الكتاب دوت اصداره مش بعيد يعني في شهر 9-21 فالمعلومات اللي موجودة فيه معظمها معلومات جديدة يلا بينا نشوف تفاصيل الكتاب الكتاب اول ما بيبدأ بيبدأ ان هو يتكلم على interior design essentials وبيكلمك على ازاي تلاقي الواي بتاعتك في الانتيريور ديزاين هي بتحكي حكايتها وهي ابتدت ازاي في الانتيريور ديزاين وازاي هي اكتشفت ان الانتيريور ديزاين مهم جدا للبشرية ويه اللي بيعمله الانتيريور ديزاين عشان يأثر في كزا كاتيجوري يعني هي تكلمت على الحلس على function movement ازاي ان هو بيأثر على environment وغير كدا ابتدت بعد كده تتكلم على ايه الحاجات اللي بتأثر عليك انت ازاي انتيريور ديزاينر عشان تدخل الكارير دوت يعني اتكلمت على el creativity ازاي ان انت تبدأ انك تنهانس يور creativity ابتدت انها تتكلم على ازاي ان انت تنهانس يور experience في المجال دوت وبعدين ازاي ان انت تنهانس يور education في المجال بتاع الانتيريور ديزاين وبعدين نبتدى الشابتر اللي بعدها تكلم ازاي تحضر نفسك لكارير التصميم الدخلي فمن الحاجات اللي هي اتكلمت فيها عن ازاي تحضر نفسك الاول تتعلم ازاي وتتعلم منين وتلاقي العلم نفسه فين كمراحل ممكن ان انت تعملها سواء بقى كتب او ترينيجز او كورسات او ان انت تفالو الناس الاسبرتيز وغيرهم وبعدين بتدت انها تتكلم على هو انت مين ازاي انتيريو ديزاين هو يعني شوية بتتكلم على ازاي ان انت تغير الماينسات بتاعتك او ان انت تبدأ ان انت تشوف الناس المختلفة اللي بتتكلم في الانتيريو ديزاين وبعدين تبدأ انك تكون your own thoughts عن الفيلد دوت بعدين بتدتكلم على how وهي بتتكلم على how قالت لك how do you continue learn more about interior design فهنا بتدت انها تتكلم على برضو التوتوريالز والvariable things اللي موجودة اللي ليه علاقة بازاي تكمل او تطور نفسك وتتعلم في الانتيريو ديزاين اخر حاجة what اتكلمت على الجزء بتاع التولز هي التولز اللي انت محتاج ان انت تكون موجودة عندك عشان تكون انتيريو ديزاينرز زي مثلا الاقلام والكتب والمساطر والحاجات دي كلها plus التابلت والبروغرامز المفروض ان انت تتعامل معاها وبعدين في الاخر بتاعتنا تتكلم على جزء معين ازاي ان انت تتخصص في جزء من اجزاء التصميم الدخلي يعني المفروض ان انت متبقاش بتعمل كل حاجة سواء بقى ان انت هتتخصص بس ولا هتتخصص بس ولا هتتخصص بس ولا هتتخصص في جزء specific اكتر ان ان انت تتخصص بكيتشن ديزاين بس او ان ان انت تتخصص في حاجة من الحاجات اللي موجودة انتيرني جوه الكميرشل مثلا ان انت او ان انت تتتخصص في الماكن التعليمية او ان انت تتخصص في ديزاين bilshops والمهلات فكل ده اجزاء او من خصصات الانتيري ديزاين بعد ان ما اتكلمت على الاجزاء دي كلها ابتدت انت اتتكلم بقى على الاسسيال انتيري ديزاين اللي هي الـ promet of design ابتدت اتكلم بقى على الحاجات الاساسياللي هي ال line وال shape والpatterr. لو انت ما شفتش الفري ترينيج اللي انا في انت عامله هتلاقي ان انا اتكلمت على elements of design دي بالتفصيل فيه فتقريبا ما قالتش اي حاجة زيادة عن اللي انا كنت بقولها في الفري ترينيج لو ما شفتش الفري ترينيج هتلاقي فيه لينك تحت الفيديو في الدسكريبشن بتاع الفيديو دوت وبرضو ما تنساش وانت بقى نازلت وبصت على الدسكريبشن تعمل like و subscribe وتفعل الجرس الموجود جب subscribe علشان يوصلك كل الفيديو الجديدة بتاعت انها تتكلم على elements of design تتكلمت على كل elements of design line والشيب والspace والvalue وكل الحاجات دي كلها وبعد كده بتاعت انها هتتكلم على principles of design برضو احنا تكلمنا عليها في الترينيج لها pattern والrhythm والmovement فبتاعت انها تتكلم على كل الحاجات ديات وبعدين بتاعت في الجزء اللي بعد كده في الكتاب تتكلم على residential design وفي residential design بتاعت انها تتكلم على اول واهم بورت موجود في الشقة اللي هو الكتشن وبتاعت انها تقول لك ايه الحاجات او الحاجات الموجودة وايه الحاجات اللي مفروض ان انت تاخد بالك منها في الكتشن وبعدين ايه الماتيرياز اللي مفروض انها تستخدم في الكتشن وانواع الكابانتس اللي موجودة في الكتشن وكان يعني فيه صور كده كل التفاصيل اللي موجودة وايه الحاجات المفروض ان انت تاخدها في اعتبارك في الجزء دوت وبعدين ابتدت وتتكلم شوية على ال design concept بتاعت الكتشن اللي هي المثلث الحركة وازاي ان انت تتعامل مع مثلث الحركة جوه الفراغات بتاعتك في الكتشن الكتشن يمكن والباثروم خده جزء كبير من الشرح هنا وبعدين بتاعت تتكلم شوية على البيدرومز وازاي ان انت تحط او الحاجات الاساسية اللي مفروض ان انت تعرفها من العميل اثناء ما انت بتعامل مع البيدروم وابعدين الكتز اريا والتين ايجرز اريا كل الحاجات دي تبتدت انها تتكلم عليها هنا وبعدين اخر حاجة ابتدت انها اوكي dining room و living room بقى ازاي ان انت تتعملهم دي زائر ده كده خلصت الجزء بتاع residential البتدت بعد كده في يونة سبعة بتكلم علي commercial interior designers commercial interior design وازاي ان انت تبدأ التعامل مع commercial interior design وهنا ابتدت انها تخش في حاجة يمكن كان مفروض انها تخش فيها في الاول خالص ده هو ازاي تفكر في ال program بتاع اي project موجود عندك circulation zoning plan وبتدت انها توريكة zoning وفكرة circulation يمكن هنا في ال commercial design zoning بيبقى مهم اكتر كتير من ال residential بس في ال residential برضو مهم جدا zoning فيه يمكن عشان ال commercial بيبقى فيه activities مختلفة ومش مش مش common زي ال residential بعدين ابتدت انها تتكلم علي materials وال methods وهنا ابتدت انها تفصل شوية كل خامات كتير جدا يمكن فيه خامات انا كنت او مرة اعرفها هنا اه الخامات دي بتاعت انها تتكلم علي خامة خامة زي المنت فلور والاكشوري مهم ان ايه بتاعت انها تتكلم علي خامات كتير وازاي انها تتركب وطريق تركبها والتفاصيل بتاعت التركيب بتاعت كل الخامات دي شكلها هعمل ازاي بعد الجزء بتاع الخامات ابتدت في الجزء اللي بعده اتكلمت علي construction plans ازاي ان انت ال drawings بتاعت ال construction واللي فيها بقى flow chart بتاعت ترتيبة project بتمشي ازاي وبعدين بقى construction drawings اللي هي الرسومات التنفيذية اللي هتنزل الموقع ازاي انها هتبقى موجودة وموضحها التفاصيل بتاعتها وحط فيها sections details ب specifications معينة جوة section ديت من specifications المهمة جدا جدا اللي هتعرفك او الحاجات اللي هتعرفك ازاي تطلع full detailed plan او section بيوضح تفاصيل التشتبات اللي موجودة في ال plan دوت وبعدين بتاعت نقت nữa تتكلم شوية عن الجداول ولحصرا الكيميات وزاي المaterials نفسها بتحسب وزاي بتتعامل معها ازايOULD construction field او ازا اك دكون Steво嚎 phase ااااااااااااااااااااااااا بعدها كلمتنا على lighting and electrical design والbasics بتاعته otherwise mini or electrical Lighting بييزكس وكل اتكرم بقى على كافة الت 1900's والسي ار اي والداون لايتز زي انك تعملها ديزاين والديكوريتف لايتز والادي اي لايت سورسز كل الحاجات ده تكلمت عنها في الجزء بتاع الالكتريكال وكمان جميل انها بشوية في الكتاب في كل مرحلة او في كل جزء من الاجزاء بتاعت الكتاب بتبدأ انها تديك شوية ستاندردز يعني فاكرين انا كنت قلت لكم في كتاب للستاندردز اللي هو نايفرت او تايم سيفر هي جايبة حاجات مثلا زي الستاندرد بتاع ارتفاع الكوبس قد ايه ارتفاع الكوبس اللي تحت لو صغير هيبقى قد ايه ارتفاع تي في هيبقى قد ايه كل الحاجات دهيت فهاي بتحط شوية سكتش بسيطة جدا بيه الستاندردز بتاع الحاجات دهيت فها دهيت يمكن شوية بتوضح تفاصيل الحاجات التي هي بتبدأ انها تتكلم عليها في الكتاب بعد كده اتكلمت على الحتة لطيفة جدا اللي هي الجرين انتيريور ديزاين وازاي ان انت تبدأ انك تخلي الانتيريو ديزان بتاعك فيه ناتيرل كتير ويبقى جرين ومناسب لان هو يبقى صحي اكتر وبعدين اتكلمت على الفرنيتشر والروم اكسيسوريز وازاي ان انت تبدأ يعني اتكلمت شوية على ديتيلز فرنيتشرز او ستايلين في الفرنيتشرز موجود هنا في الكتاب يمكن ما اتكلمتش على فرنيتشرز كتير قوي لكن اتكلمت على مجموعة فرنيتشرز لطيفة جدا الكتاب بعد الجزء بتاع الفرنيتشر اتكلمت على انتيريو ديزاين بيزنس وازاي ان انت تبدأ في الفيلد بتاع انتيريو ديزاين والتفاصيل بتاعته وفي الاخر الكونكلوجين بتاع الكتاب الكتاب من وجهة نظري هو كتاب قوي جدا لأي حد حابب ان هو او هو لسه مبتد في المجال هو ما يعرفش تفاصيل كتير في الانتيريو ديزاين فالكتاب من الكتب المهمة جدا ليه بحيس ان هو يبقى واخد كونكلوجين على الفيلد كله وعارف التفاصيل بتاعت الفيلد الحاجات اللي هي الديتيلز الصغيرة اللي ممكن تكون بين السطور اللي هتعرفه ازاي رتب الديزاين بتاعه لكن الكتاب فيه حاجات كتير وتفاصيل كتير جدا ليه علاقة بالانتيريو ديزاين ما تكلمش عليها او ما تطرقش عليها خالص لكن هو من الكتب القوية جدا اللي هتساعدك عشان تبدأ ان انت تخش الفيلد او على الا الا هتساعدك ان انت تبدأ تقرأ في الانتيريو ديزاين وتتعرف اكتر على الانتيريو ديزاين اللغة بتاعته لطيفة جدا سالسة وسهلة ومش ما فيهاش كلمات صعبة جدا كتير في الانجلس وبرش اخولك لو انت ما قررتش قبل كتب في الانتيريو ديزاين اقرأ ده اقرأ ده هتلاقيها يفرق معاك بصورة كبيرة جدا وهيوضح لك التفاصيل لحاجة وفيه ستوريز كتير هتبدأ انها تخلي القرية بتاعته فلا اتمنى يكون الفيديو ده هتعجبكم لو معجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ولو عايز تعرف الهول براسس بتاعت الانتيريو ديزاين بفري كورس هتلاقيه في الديسكريبشن لينك لفري كورس تقدر انت تخش تتفرج على تن لاكترز بيشرحوا بالزبط الفيزيز بتاعت الانتيريو ديزاين المفروض ان نتفكر فيها ازاي خطوة بخطوة بتوفيق ليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي موسيقى 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 موسيقى